السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة بقى هنعمل مقارونا نجريسكو سهلة سهلة وعملها النهاردة بطريقة مختلفة هنعمل البشاميل بطريقة مختلفة عن المعتادة اللي احنا بنعملها بيها تلعي الطحفة والخرطة بخرطتها والبشاميل الكريمي هعمله بطريقة الويت سوس يعني كريمي خفيف شوية نقول بسم الله الرحمن الرحيم همسك الفليه انا كنت مقطع ترنشات ومتبليه كمان على اساس هعمله فلي عادي رحت حتى ترنشات الفليه على بعض ومسكينة حمية وقطعتها ترنشات شاورمة انت لو بتشتري الفليه من عند الفراجي ممكن تجيبي قطعة سليمة سدر دجاجة كاملة او نص وتعمليها كده بالطريقة دي بالسكينة تقطعها ترنشات او تخلي الفراجي يقطعها لك بس انت تقطعها بايديك احسن وافضل عشان تشيل الدهوم منها وتخسيها كويس جدا وبعدين نخرط بصل وفلفل احمر فلفل اصفر فلفل اخضر لا تتخيلوا يا بنات الفلفل الوان ده كله كالسيوم وبعدين نجيب صانية نحط معلقتين سامنا فيها ونروح نزلين اول حاجة بالبصل اللي انا مقطعها مكعبات او تقلية تقطيع عادي بس مش هقال ليه تقلية انا مجرد بس هدبله كده يشم النار وحس ان البصلة دبلت معايا ابتدي حط بقية المكونات انا مش عايزها تحمر وتجي لون يدب بس قليقها دبلت اروح نزلها بقى بقطع الفليه اللي انا مقطعها ترنشات زي الشاورمة وبعدين اروح حطها بقى شوية بهارات بسيطة كده مش عايزين نزود الحاجات دي حطيت شوية فلفل اسود وهحط شوية بهارات فراخ وملح حطيت بابركة كمان وخلاص على كده وبعدين اقلب الغاية لما الشاورمة معايا او لصدور الفراخ تجي لون اروح نزلها بالفلفل الالوان فلفل الاصفر والاخضر والاحمر الله على الوانات الواناتك جميلة ولزيزة وكلها فيتامين وكالس لا تتخيلوا الصينية دي بجدكم بلا جميلة جدا ومغزية شوفوا هنحط فيها البان وحط جبن وحطيت فراخ وحطيت فلفل وبصل وتوابل حاجات كلها مغزية سلقت المكارونة نص سوى وبعدين هاخد اربع كبشات من مية المكارونة ملحة خفيف وانزل على اللبن بصوا بقى النهاردة هنعمل بشامل مختلف خالص خفيف ولزيز حطيت اربع كبشات معيار كبية وانزلت باكو لبن نيدو لبن بودرة او حطي معلقتين لبن بودر تمام كده هنزل بقى بايه معلقة صغيرة فلفل اسود معلقة ملح قالب ماجي مرقة دجاج بتعمل فراخ وبعدين معلقتين اتنين بالزبط دقيق بالزبط احط بقى قد دقيق معلقتين سمنة بالزبط النهاردة بعملها بطريقة مختلفة اقلب كل ده على البارد كل ده محطتاش على النار اللي انا حطيتها دي بقى يتحطي بقى جبنة بتعم الجبنة الرومي يتحطي كريمة طبخ كريمة لباني اي نوع جبن عندك او كريمة طبخ بتبقى طعمها حكاية انا عاملها النهاردة الطريقة دي جربتها تلعي التحفة ابتجي بقى أحطها على النار وبمضرب يده وكده مضرب بيد افضل اقلب لغاية لما قوامها يبقى كريمة معايا زي ما انت شايفة كده افضل اقلب لغاية لما تغلي وتقلب اول لما تغلي معايا اعرف ان خلاص مش تتخن عن كده افضل اقلبها وريكة دلوقتي بالمعلقة قوامها بعد ما تغلي اعرف انها خلاص كمش تتخن عن كده قوامها مش تتخن عن كده الطريقة دي طلعت خفيفة جدا جدا وسهلة جدا الطريقة اللي بيعملوها في المطاعم طريقة سهلة جدا ولقيتها خفيفة عن ننشي متحمار الدقيق في سمنة ونعمل البشاميل للمعتاد بتاعنا لأنه النهاردة عملتها بالطريقة المختلفة دي دي طريقة المطاعم اهو بدأ يدخل معي القوام بقى كريمي بصي بالمعلقة هو باوريكي ومش هطفي برضو النار عليها إلا لما لاقي بدأت تغلي لما تغلي أعرف ان كده تمام عملت الماكرونة سلقتها وصفتها خلاص بدأ يبقلي لهو يغلي في الجوانب في حروف الكزارونة قوامها بقى كريمي وجميل جدا جدا هو ده القوام المطلوب خلاص كده كفية عليها كده هروح طفي النار عليها أنا مش عايزاها ألا كده هي ده كده قوام المزبوط اللي أنا عايزاها خلاص كده بص شايفها بتغلي ازاي كده خلاص بقت تمام هروح طفي عليها النار وأركنها بقى تبرد شوية علشان هضيف ليها بيضة وملح وفلفل كان النور كان قاطع ومش عارفة أعمل إيه رح تدخلها البلكونة حطيت الترابيزة وحطيت الصينية عليها والحاجة بتاعتي وقلت أكمل في البلكونة عملت البيضة وملح وفلفل بعدما البشاميلي هديت شوية وضفتها عليها هقلب بقى البيضة على البشاميلي بتاع أو الويت سوس اللي أنا عملته وحط جزء منه حوالي كبشة كده في قاعة الصينية وقلب كده بالسبستيولة أخليه يتوزع كده ووزعه في الصينية علشان أضيف المكارونا اللي مسلوها نص سوى اللي ساعة تدخل الفرن وكمل سواها أضيف نص كمية المكارونا أنا عملة نص كيلو بس مكارونا ضفت نصها هسويها كده على البشاميلي اللي أنا حطها ده في قاعة الصينية علشان أضيف الإضافات اللي أنا عمليها الفلفل الجميل والفليش أورما اللي أنا مقاطعه والبصل والتوابل وحاجات الجميلة دي هبدأ أضيف بقى المكونات اللي بقولك عليها دي الحشو اللي في النص اللي هو إيه إحنا بديم المكارونا نجرسكم اللي هي بتعمل بالفراغ إنتي عايزة تعمليها بمكارونا سباكتتي بتنفع برضو بأي نوع مكارونا بس أنا بفضل دي مكارونا ألم المكارونا دي بحبها أكتر بحيث إنها بتبقى سهلة في الأكل والخرط بتطلع مزبوطة حطيت الحشو في النص أرجع حط بقى بقيت المكارونا بس بعد ما سويه عشان الصينية ما تبقاش عالية ووطة يبقى كلها سوى واحد سويت العصاج اللي أنا عملته بالفراغ دوت أحط بقى بقيت المكارونا المسلوقة نص سوى أكمل بقيت الصينية ضفت المكارونا هسويها برضو علشان الصينية ما تبقاش حطة عالية وحتة وطية تبقى متسوية سويت المكارونا هروح ضيفة بقى بقيت البشاميل أنا مخدتش منه اللي في أعر الصينية الباقي كله أحطه على الوش بيضة اللي أنا حطتها مع ملح وفلفل ضفت البشاميل الكريمي اللي عليه جبن الطعم الرومي أي جبن عندك ممكن تضفيها أو كريم الطبخ بتبقى جميلة جدا وطعم مختلف نهائي بتوديك بحتة تانية الخرطة منها طحفة أساوي بقى الصينية كده علشان تبقى متساوية وامسكها كمان أخبط عليها كأنها صينية كيكا عشان البشاميل يبقى متساوي أنا عايزة يبقى متساوي ما تبقاش إيه مطبط عايزها مظبوط أروح مدخلها الفرن في النص قعدت ربع ساعة بالزبط بصي منظرها طحفة والله طحفة غاية في الجمال راحتها كتقلب الشقة أبتجي بقى أن أنا أخرطها بالسكينة بس بعد ما تهدى شوية علشان الخرط تطلع معايا سليمة لو عجبتك بقى الطريقة ما تنسيش اللايك ولا أول مرة تشوفيني اشتراك بدوسي على الجرس فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته